إِنَّا لَأَعْلَى الْرُتَبِي فَعِشْتْ حَيَاةَ الْعَمَا وَطَرَقْ صُّنُوفَ الْكُتُبِي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في اللقاء الماضي تحدثت معكم عن بعض الألقاب التي رامى بها المبتدعة أهل السنة والجماعة وردت عليهم في ذلك وبيّنت أنهم هم المخطئون وأواصل الحديث حول ذلك أيضا أعني حول ذكر بعض الألقاب التي أطلقها المبتدعة على أهل السنة والجماعة وهم منها براء كما سيتضح لنا ذلك إن شاء الله تعالى من الألقاب الشنيعة التي أطلقها المبتدعة على أهل السنة والجماعة لقب نقصانية أو مخالفة أو شكاك هذه ثلاثة ألقاب نقصانية مخالفة شكاك ترجع إلى شيء واحد وهو أن أهل السنة والجماعة قالوا بأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهو قول أهل السنة والجماعة وأنه يجوز لاستثناء على معنى سيذكره في الإيمان والمرجئة ما قالوا ذلك قالوا الإيمان شيء واحد لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص فلما أهل السنة والجماعة قالوا بأنه يزيد وينقص قالوا بأنهم مخالفون للحق أو نقصانية أو نقصانية هؤلاء المرجئة لم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان وسبق أن تكلمت عنهم وذكرت معتقدهم وقلت بأن من أفسد أقوالهم أن الإيمان مجرد المعرفة بالله وهذا قاله جه الإيمان قال هو المعرفة بالله فقط هذا باطل لأنه يلزم على ذلك أن إبليس مؤمن من شيوخ المؤمنين لأن إبليس يعرف الله عز وجل إبليس يعرف ربه وقد أقسم بالله تبارك وتعالى كما ذكر لنا ربنا في كتابه أقسم بالله بذات الله تبارك وتعالى فهل يعد بناء على قولهم هذا إبليس مؤمن لأنه عرف الله هذا قول من أفسد الأقوال وأخبثها أن الإيمان مجرد المعرفة وبعضهم قال الإيمان هو فقط مجرد التصديق القلبي مجرد التصديق القلبي وهذا أيضا باطل وأخف المرجئة من قالوا بأن الأعمال هو اعتقاد القلب ونطق اللسان الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هذا باطل وقد بينته فيما مضى وبناء على قولهم بأن يعني الإيمان مجرد ما في القلب ونطق اللسان قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص قالوا لمن شيء واحد لا يزيد ولا يتفاوض ولا يتفاوض وأن إيمان الناس كلهم سواء فقول إيمان جبريل عليه السلام كإيمان أحد الناس إيمان أبو بكر كإيمان من هو موجود بيننا الآن كيف ذلك إلي لو وزن إيمان أبو بكر بإيمان الأمة لراجح إيمان أبو بكر هكذا قالوا لما لم يدخل الأعمال الأعمال في مسمى الإيمان لأن الذي يتفاضل به الناس في الأجه والمكان عند الله عز وجل الأعمال فلما لم يدخل الأعمال في مسمى الإيمان قالوا الإيمان لا يزيد ولا إيه ولا ينقص وكذلك لا يجوز الاستثناء فيه فلا يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وغال لي يقول كذا يبقى شاك في إيماني وأنا سأبين لكم الآن ذلك قالوا يعني المؤمن علي أن يقطع يقول أنا مؤمن فقط وطبعا أهل السنة جوزوا الاستثناء في الإيمان على معنى إيه على معنى مش على معنى الشاك كما نسب ذلك إليهم فيه كما نسب المبتدع إليهم ذلك لا دقالوا بأن الاستثناء في الإيمان يعني أنا مؤمن إن شاء الله على معنى وعلى أساس أنهم لا يدرون العاقبة لا يعرفون العاقبة التي يولون إليها هل سيموتون على الإيمان والتوحيد أم على غير ذلك ومن هنا جوزوا الاستثناء فيه على هذا المعنى وقالوا أيضا بأن الإيمان يزيد وينقص فلما قالوا ذلك وجوزوا الاستثناء في الإيمان قال المبتدع عنهم بأنهم إيه نقصانين أو بأنهم شكاك لم يقول أنا مؤمن إن شاء الله ده شك في إيمانه وهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله على معنى أنه لا يدري العاقبة التي يقول إليها التي يقول إليها ولذلك تأمل هنا يعني كيف أنهم ظلموا أهل السنة والجماعة واشتقوا لهم أسماء باطلة وأطلقوها عليهم بمناسبة أنهم على معتقد صحيح فآل السنة والجماعة على معتقد صحيح يقولون الإيمان يزيد وينقص والقرآن الكريم أيد ذلك قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى قال تعالى وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ هَتَدَوْا هُدَى سبحانه جل في علاه ويعني ثابت عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأقوار السلف والصحابة رضوان الله تعالى عليه مجمعين بزيادة الإيمان ونقصانه ولكن الحقيقة المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان ما قام في القلب فقط أو ما قام في القلب ونطق به اللسان وأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان هم الذين أطلقوا على أهل السنة ذلك نوما نقصانية أو شكاك أو مخالفة قال ابن أبي حاتم كما روى عنه الإمام الللكاء رحمه الله أنه قال علامة المرجئة تسميتهم أهل السنة والجماعة مخالفة ونقصانية وذكر ذلك الإمام أحمد محمد أيضا عن هؤلاء المرجئة فقال رحمه الله في كتابه وصول السنة وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء قبيحة شنيعة يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال فقال فأما المرجئة فيسمون أهل السنة شكاكا لأنهم يستثنون في الإيمان وهذا حق على معنى ذكرته لكم الآن الشاهد بأن أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان ما قام في القلب ونطق به اللسان والأعمال داخل في مسمى الإيمان واعتقدوا أن الناس يتفاضلون عند الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة وأن الكثير في العمل له من الأجل والخير والفضل عند الله ما ليس عند غيره وقالوا بأن الذنوب والمعاصي والآثام تؤثر على الشخص وهؤلاء المرجئة لا يقولون بذلك يقولون للناس اعملوا كل الشرور والآثام فهي لا تؤثر فيكم هذا باطل هذا باطل قالوا طالما أنت عندك إيمان في القلب خلاص افعل ما شئت وده معتقد باطل كنت وأنا صغير السن أسمع من بعض الناس يقولون نظف قلبك ولا تصلي العبرة بما قام في القلب طيب إن كان الذي في القلب كان معتقدا صحيحا فلابد من الاتيان بما يتطلبه من صيام وصلاة وزكاة وسائل أعمال البر التي تدفع المؤمن إلى أن يقوم بها لله تبارك وتعالى فهؤلاء يعني ولهم عبارة كده يعني ربما تروج عند بعض الناس قالوا إيه يعني عبارة كده جميلة قال هؤلاء المرجئة عندهم جميلة عندهم ويباطلة ولكن قد تروج عند بعض الناس قالوا أن كما لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا ينفع مع الكفر طاعة لا يضر مع الإيمان معصية قالوا طالما الكافر لا تنفعه أي طاعة من الطاعات فكذلك لا يضر مع الإيمان معصية الإيمان اللي هو إيه اللي في القلب قالوا طالما أنت مؤمن بقلبك فلا تضرك المعصي ولذلك يعني شجعوا أهل الذنوب والمعاصي والآثام إلى الإتيان بالذنوب والمعاصي والآثام ولذلك المجتمعات يعني الحقيقة ظهر فيها كثير من الانحرافات الخلقية الكثيرة بسبب هذا المعتقد المعتقد أثر على الناس لما أخرجوا الأعمال عن الإيمان خلاء صفعا ما شئت أنت لا تعاقب لن تسأل لن تحاسب هذه الطاعات لن تستفيد منها فأضعفوا الإيمان في النفوس ولكن أهل السنة والجماعة كانوا على الحق المبين وقالوا بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان والمرجئة هم الذين أرادوا أن ينفروا الناس عن مذهبهم فقالوا بأنهم نقصانية وبأنهم شكاك وبأنهم مخالفون للحق وهذا كله من الألقاب الباطلة التي تليق بمن أطلقها وترجع إليهم أيضا من الألقاب الباطلة التي نبز بها المتدعة أهل السنة والجماعة قولهم عنهم بأنهم ناصبة وعامة وجمهور هذه الألقاب من الألقاب الشنيعة التي رماهم بها من الرافضة الرافضة مشهور بإيه بلقب الشيعة ولكن هذا اللقب الرافضة الذي أطلقه عليهم هو زيد بن علي رضي الله تعالى عنه زيد بن علي رضي الله تعالى عنه لما كان في الشام كان هؤلاء يقاتلون في صفه خرجوا عليه وتركوه وقالوا له لن نقاتل معك إلا بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر لأنهم يتبرؤون من أبي بكر وعمر أنتم تلاحظون وتعرفون خاصة يعني في هذه الأيام التي افتضح أمر الرافضة والشيعة في مناسباتهم كيف أنهم يلعنون ويطعنون ويسبون كثير من الصحابة وعلى رأس الصحابة من أبو بكر وعمر يضون الله تعالى عليهم إزمعين بل يسبون أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما كانوا في عسكر زيد بن علي ويقاتل من قاتله ومن خالفه فتوقفوا فجأة عن القتال معه وقالوا له لن نقاتل معك حتى تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر فقال لهم ما أقول فيهما إلا خيرا كان وزير جد ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فقالوا لا هو لا تبرأ منهما فإننا نتبرأ منهما فقال لهم كيف أتبرأ ممن لم يتبرأ منه الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا تبرأ منهما وإلا تبرأنا منك ورفضناك فقال لهم لا بل أنتم الرافضة ولم يعني يجبهم إلى ما طلبوا منه رضي الله تعالى عنه ولذلك هؤلاء القوم أعني الرافضة أو الشيعة كل من يقدم أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعثمان وعلي كل من يقدم هؤلاء على أحد من أئمة أهل البيت يكون أبو بكر أفضل مثلا من عليه وهذا هو الحق هذا هو الحق أبو بكر أفضل هذه الأمة معتقد أهل السنة والجماعة أن أبا بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة فيقدمون أبا بكر وعمر وعثمان وعلي على سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون أبو بكر على عمر وعمر على عثمان وعثمان على علي ثم يأتي عليه ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ولذلك في صيحة البخاري قولوا الصحابة كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله والصحابة يعني متوافرون فنقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ونسكت بعد ذلك ومعلوم أن الخليفة الرابع هو أفضل الناس لما كان موجودا في عصره وأفضل الناس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدا من سبقه وتقدمه كببكر وعمر وعثمان هذا معتقد أهل السنة والجماعة هؤلاء الرافضة يعتقدون أن كل من قال اعتقد ذلك أو قدمه يطلقون عليه أنه إيه أنه ناصبي وقد سئل بعض أئمة الشيعة عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت تعرفون ربما يعني البعض لم يسمع ما المراد بالجبت والطاغوت عند الشيعة الجبت أبو بكر وعمر الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر عند هؤلاء الناس فقال هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده إمامتهما فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب وهو من المناصبة ناصب يعني من المناصبة وهي المعاداة يعني أنهم من اعتقد ذلك كأنه عاد علي رضي الله تعالى عنه ولذلك يسمون أهل السنة والجماعة أو يطلقون عليهم نواصب لذلك إيه معنى نواصب يعني ناصب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العداء عند الرافضة كل أن كل من لم يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقد أبغض علي لأنه لأنه لا ولاء لعلي إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إن الشيعة الرافضة جعلوا كل من أحب أبي بكر أحب أبا بكر وأبي بكر وعمر ويعني ولا هما كل من أحبهما اعتبروه ناصبا قال صاحب كتاب الزينة في إطلاق وجه آخر على كلمة الناصبي يقول وردت وقالت الشيعة في قراءتهم بأن زعفر بن محمد رضي الله تعالى عنه قرأ قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك سوفي سورة الشرح قرأها هذا الرجل لو جعفر بن محمد وقرأ خاتمتها فإذا فرغت فانصب فانصب هكذا هكذا وردت في كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه قال قرأها فإذا فرغت فانصب بكسر الصاد وفي كتاب الله فإذا فرغت فانصب يعني قم لله تبارك وتعالى انصب قدميك لرب العباد قم عابدا لله عز وجل ولكن هذا الرجل هو جعفر بن محمد قرأها فإذا فرغت فانصب قال إذا فرغت من إكمال الشريعة فانصب لهم عليا إماما فقالت الشريعة قالت الشيعة لما أمر الله عز وجل بذلك أعني بتنصيب النبي عليه الصلاة والسلام عليا إماما وأشار إليه وأهله للإمامة وقال صلى الله عليه وسلم اللهم والي من ولاه وعادي من عداه وانصر من نصره واخذل من نزعه الذي يخالف ذلك ولا يقول بإمامة علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو ناصبي وهذا قول باطل مخالف لما عليه أهل السنة والجماعة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال في عقيدته تأملوا هذا الكلام الجميل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دل ثلّة من البشر ووجدوا في عهده واختارهم الله تبارك وتعالى لصحبته عليه وسلم دل جماعة جاهزين كده لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أحبه وأحبوه وآزروه ونصروه جاهدوا معه وصبروا معه وهاجروا معه ولانوا من ألوان يعني الإرهاق والتضحيات في سبيل رب العباد لنصرة هذا الدين ولنصرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم ومذكر في التاريخ ولكن هؤلاء القوم الرافضة أو الشيعة يردون كل ذلك وأهل السنة والجماعة يعرفون فضل هؤلاء الناس الذين في الحقيقة شاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي منقبة عظيمة جدا أطلق عليهم صحابة لأنهم صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لشرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وصحبته ولذلك عد أهل الحديث كل من رأاه ومات على ذلك مات على الإيمان أنه صحابي ولو اللحظة لتشريف الصحابة لضوان الله تعالى عليهم أجمعين آل السنة والجماعة يدركون ذلك لطبقة مخصوصة اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولذلك الإمام التحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته يقول ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم يعني عندما نحب لا نغل فيه النهاردة تسمعون ماذا يقولون الشيعة في عليم أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعضهم يعتقد أنه لم يمد بعد وأنه حي وأنه يسكن السحاب وأن الرعد صوته إلى هذا الحد يعتقدون وانظروا ماذا يعتقد بعض الناس للأسف الشديد وهذا جهل بالمعتقد الصحيح في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فيدعونهم من دون الله ويسألونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله تعالى وهذا غلو هذا غلو لا يقع ولا يجوز أن يكون ولذلك الطحاوي رحمه الله يقول ولا نفرط في حب أحد منهم وأيضا ولا نتبرأ من أحد منهم والشيعة يتبرؤون من أبي بكر وعمر وسائد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الجملة لم ينجوا منهم ومن الطعون عليهم إلا النفر القليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقول رحمه الله ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فقوم الحقيقة هذا معتقدهم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا بما فيهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فآل بيت النبي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة والجماعة يعرفون قدر الصحابة وقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أي صح بعد ذلك أن يرموا بالنصب ومعادات آل البيت هؤلاء الصحابة الكرام وإمة أهل السنة والجماعة عموما الذين يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويثنون عليهم ويترضون عليهم ويعرفون لهم حقهم ولا يقعون في واحد منهم بحال أما الرافضة هم على عكس ذلك الشيعة على عكس ذلك هم الذين ناصبوا ولذلك أنا أرد عليهم مبين باطله الشيعة هم الذين ناصبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العداء وقالوا بكفر معظمهم وارتدادهم بعد النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عدى قل منهم تعد على الأصابع هؤلاء الشيعة الرافضة كفروا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينجوا من تكفيرهم ولم ينجوا من تكفيرهم إلا النذر اليسير جدا فكيف بعد ذلك يقولون في قوم تردوا عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأحبوا جميع الأصحاب يقولون عنهم بأنهم نواصب أو ناصبا أو يبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من الأحق بذلك؟ من الأحق بذلك؟ هؤلاء هم الرافضة هم أحق الناس بهذا اللقب كذلك هؤلاء الشيعة لقبوا أهل السنة والجماعة بالعامة والجمهور وأرادوا بذلك أيضا الطعن عليهم هذا اللقب فرضه الرافضة وفرضوا إطلاقه على أهل السنة والحديث فيجعلون أنفسهم الخاصة للمؤمنين وأما أهل السنة والجماعة يعدونهم عامة لا خلاق لهم ولا علم عندهم ولا فضل لهم بل قد يقعون فيهم بالتكفير والتفسيق وغير ذلك بعض الرافضة الشيعة الرافضة لا يحلون ذبائح أهل السنة والجماعة حقيقة يعني أريد أن أذكر لكم نصا هنا ذكره الأصفهاني رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال أو نقل عن محمد بن حسين الخاتون آبادي قوله وممن اطلعت على تشيعه من مشاهير وتشنيعه من مشاهير العلماء العامة هو الحافظ أبو نوعي ويريد بقوله عامي وعامي أنه من أهل السنة والجماعة يعني يشنعون ويطلقون هذا اللقب على إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وهو الإمام أبو نعيم رحمه الله تبارك وتعالى وأما لقب الجمهور طالما نوم عامة أطلقوا أيضا لقب جمهور على أهل السنة والجماعة فقد ذكر ابن تيمين رحمه الله تعالى عن الرافضة أنهم يسمون أهل السنة والجماعة بالجمهور الجمهور في اللغة هو الرمل الكثير المتراكم وجمهور كل شيء معظمه وجمهور الناس جلهم والمراد به أو بإطلاقه على أهل السنة والجماعة إطلاق لقب الجمهور عند الرافضة هم غير الأعيان الجمهور الأعيان الخاصة الأعيان الناس السادة الكبار هذا عكس كلمة الجمهور فهم لما أطلقوا الجمهور على أهل السنة والجماعة أرادوا بهم أنهم المقابلون لخاصة الناس أو لأهل العلم والخير والفضل والحقيقة أن أهل السنة والجماعة هم أهل الخير والفضل فأهل السنة هم أهل العلم وأهل الفضل والخير أينما حلوا وأينما كانوا فنبزهم بهذه الألقاب الشنيعة والله من الباطل الشنيع الذي لا يجوز إطلاقه عليهم هذه الفرق المنحرفة المخالفة لأهل السنة والجماعة في الحقيقة هم أولى وأحق بهذه الألقاب الشنيعة فيتليق بهم لأنهم لم ولن يصلوا إلى واحد من أئمة أهل السنة والجماعة أنتقل أيضا إلى لقب آخر لقب به المبتدعة لقبوا به أهل السنة والجماعة وهو لقب حشوية وسأرد عليهم أيضا هذا اللقب له لقب حشوية هذا اللقب من أشنع الألقاب التي نبازهم بها مخالفوهم وهي تطلق هكذا حشوية بسكون الشين من الحشو وهو في اصطلاح من أطلقه يراد به أحد معاني ثلاثة سأذكرها الآن هم المبتدعة الذين أطلقوا لقب حشوية على أهل السنة والجماعة وأرادوا به إما أن العامة الذين هم حشو الناس ورذالتهم وجمهورهم وهم غير الأعيان والمتميزين وهم عند الشيعة والرافض السواد الأعظم من هذه الأمة عند الشيعة الرافضة السواد الأعظم اللي هو إحنا كأهل السنة والجماعة من هذه الأمة يقولون عنا بأننا حشوية إما أن يراد به ذلك الأمر الثاني أن هذا اللقب إما أن يراد به رواة الأحاديث الذين يرغون الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير تمييز لصحيحها من سقيمها وهذا اللقب إن كان المراد فهم أحقوا به من أهل السنة والجماعة فإن الحشوية في الحقيقة كما قال ابن الوزير إنما سموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدخلون ما ليس من الحديث في الحديث وهؤلاء هم المبتدع أما أهل السنة والجماعة دعوا علماء الحديث والأثر كلهم من أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حمد الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يعني ماذا أقول أصحاب الكتب الأربعة بعد ذلك أصحاب السنن الأربعة بعد الصحيحين من أئمة أهل السنة والجماعة وكانوا يميزون بين الأحاديث ويفقهونها إنما الذي يدخل على السنة ما ليس منها هم المبتدع الضلال الذين لا يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاحب كتاب دياء العلوم قال إن الحشوية سموا بذلك لكثرة قبولهم الأخبار من غير إنكار لها في الحقيقة كما قلت الآن وقد ذكر ذلك ابن الوزير اليمني رحمه الله تعالى ودافع عن أهل السنة والجماعة وقال أهل السنة والحديث برآء من هذا اللقب لأنهم هم الذين يعني في الحقيقة يتتبعون ويميزون صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أيضا للأمر الثالث الذي كان سببا وراء إطلاق لفظ الحشوية على أهل السنة والجماعة هو معنى التجسيم وقد ذكر ذلك السركي ذكره عن التهانون رحم الله الجميع أنهم سموا أهل السنة بذلك لأنهم مجسمة أو هم من المجسمة إمام القيم رحمه الله نسب لجهلة الجهمية أنهم لقبوا أهل السنة بذلك قال لأنهم بزعمهم جعلوا ربهم حشو هذا الكون بإثباتهم له صفة الفوقية والاستواء وأنه في السماء سبحانه وتعالى جل في علاء الشاهد هذا اللقب له الحشوية أطلقه المبتدعة على أهل السنة والجماعة لهذه الأمور الثلاثة لهذه المعاني الثلاثة سوغوها أو سوغوا إطلاق لفظ الحشو على أهل السنة والجماعة وأود هنا أن أذكر لكم نماذج لفرق نبزت أهل السنة بهذا اللقب أي لقب الحشوية وذكر بعض الطوائف والفرق التي رمتهم بذلك من هذه الفرق الحقيقة المعتزلة وأول من تولى كبر ذلك هم هؤلاء القوم معتزلة هم أول من تولى كبر ذلك إطلاق لفظ حشوية على أهل السنة والجماعة وقد يعني ذكر أن عمر بن عبيد وهو من أئمة المعتزلة أنه أطلق هذا اللقب على من رئيس المعتزل عمر بن عبيد أطلقه على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فقال كان ابن عمر حشوية كان ابن عمر حشويا وحاشا وهذه جرأة منهم على النيل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ابن العماد قال في ترجمة عمر بن عبيد الذي أطلق هذا اللقب عمر بن عبيد الرئيس المعتزلة الذي أطلق هذا اللقب على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عنه وكانت له جرأة فإنه قال ابن عمر حشوي فانظر إلى هذه الجرأة وهذا الافتراء عامله الله تبارك وتعالى بعدله وقد ظل المعتزلة يتوارثون نبز أهل السنة والحديث بلقب الحشوية في مؤلفاتهم ومقالاتهم فهذا القاضي عبد الجبار أحد أعيان أئمة المعتزلة ومقدم عندهم في العلم قاضي عبد الجبار له مصنفات كثيرة كتاب التوحيد العذي كتاب شرح الأصول الخمسة الحقيقة يعني القاضي عبد الجبار ينقل عنه يعني كثير من علماء المعتزلة أنه أطلق على أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية بأنهم حشوية هكذا يعني عاب هؤلاء القوم أهل السنة والجماعة ولقبوهم بهذه الألقاب الباطلة الخوارج أيضا شاركوا المعتزلة في ذلك فالخوارج لقبوا أهل السنة بهذا اللقب وقد نسب ذلك الإمام أحمد بن حمبل رحمه الله تعالى إلى الخوارج حيث قال في كتابه السنة في معرض حديثه عما أحدثه أهل الأهواء والبدع قال عنهم يعني أنهم يتوارثون هذا اللقب عن هؤلاء المعتزلة اللقب حشو فذكر عن ذلك عن الخوارج فقال في معرض حديثه عما أحدثه أهل الأهواء والبدع والخلاف من أسماء شنيعة قبيحة سموا بها أهل السنة فقال وأما الخوارج فيسمون أهل السنة نابتة وحشوية هؤلاء الناس يحتاجون إلى رد هذا باطل هذه تهم لا تليق بأهل الحديث والأسر بأهل السنة والجماعة المتبعون للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لا بد من الرد عليهم وفي الرد عليهم أقول أولا إن هذا اللقب أي لقب حشوية لقب مبتدع لقب مبتدع ما أنزل الله به من سلطان فليس له هو يعني ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإنما أهل السنة كانوا بعيدين على ذا عن ذلك تماما وأطلقه أولاء الجهال فالذنب بهم ألصق يطلق عليهم هم ولا يطلق على أهل السنة والجماعة ثانيا أقول في الرد عليهم إن الطائفة إنما تتميز باسم رجالها أو بنعة أحوالها فالأول كما يقال مثلا الجهمية هذه الجهمية تميزت طائفة تميزت بهذا الاسم باسم رزل اللي هو أسسها اللي هو جهم ابن صفوان مثلا أو الطائفة تتميز بأحوالها كما تميزت الرافضة لما كان حالهم هو البراءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك المرجئة سموا مرجئة لإخراجهم العمل عن الإيمان أخروا العمل عن الإيمان وقالوا بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان أما لغض الحشوية فليس فيه ما يدل على شخص معين أو على مقالة معينة حتى ينسب ذلك إلى أهل السنة والحديث والأسر بخلاف المبتدعة لقبوا بألقاب كانت جائزة عليهم مأخوذ من أحوالهم مأخوذ من أصحابهم الذين أطلقوها أيضا من أوجه الرد عليهم أقول ثالثا أنتم نمزتم أهل السنة بهذا اللقب لأنهم بزعمكم يرون الأحاديث بلا تمييز ولا إنكار وهذا خلاف الواقع خلاف الواقع أهل السنة والأثر والحديث هؤلاء هم الذين دافعوا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام دافعوا عنها منذ القرن الأول هم الذين تصدوا للمبتدعة الذين ردوا الأحاديث أو أنكروا الأحاديث يا إخواني الأحاديث قام بها أهل السنة والجماعة هم الذين قاموا بتتبعها وقد فتح الله تبارك وتعالى على بعض الأئمة من أهل السنة والجماعة حتى يعني عاشوا للمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قيل لأحدهم هذه الأحاديث المفترى هذه الأحاديث الباطلة التي يعني أدخلها بعض الناس على السنة قال يعيش لها الجهابذة يعيش لها الجهابذة من أئمة أهل السنة والجماعة الذين ميزوا صحيح السنة من سقيمها وما زال هذا هو الموجود القائم إلى يوم الدين إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا من الذي يعتني بالحديث من بيان صحيحي من سقيمه من الذي ينشر السنة بين الناس من الذي يدافع عن كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم أصحاب الحديث ده الرافضة هؤلاء من أجذب الناس الرافضة من أجذب الناس ليس عندهم عقل ولا علم ويدسون الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فالحقيقة يعني هؤلاء المبتدع الضلال الذين أطلقوا هذه الألقاب على أهل السنة هم أولى بهم من غيرهم هم قالوا نحن نطلق على هؤلاء حشو لأنهم يحشون يدخلون الأحاديث غير الصحيحة على صحيح الأحاديث نقول هذا باطل ده آل السنة والجماعة هم الذين عرفوا هم الذين اختصوا بالذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين ميزوا صحيحا من سقيمها ثم إنكم أيها المخالفون لهم أحق الناس بهذا اللقب لأنكم تستشهدون وتكتبون في كتابتكم كثيرا من الأحاديث الباطلة التي بيّن زيفها لكم أهل السنة والجماعة أيضا نرد عليهم في قولهم بالحشو والتكسيم أهل السنة حشوية أو أنهم مجسمة أطلقوا ذلك على أهل السنة والجماعة نقول لهم أهل السنة والجماعة والله ليس عندهم أي لون من ألوال التكسيم بحال من الأحوال بل إنهم لا يبيحون إطلاق هذا اللفظ لا نفيا ولا يجزون إطلاق هذا اللفظ لا نفيا ولا إثبات لماذا؟ لأنه من الألفاظ الحادثة المتدعة في منهجي يا إخواني عند أهل السنة والجماعة أذكره هنا الآن أنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية وهذه منقبة له فما ورد به الشرع أطلقوه وما لم يرد به الشرع لم يطلقوه وبالتالي لفظ التكسيم هذا لم يطلقوه بحال من الأحوال وهم لا يرون ذلك ولا يدينون لله تبارك وتعالى به في معتقدهم وهذا اللفظ من الألفاظ المبتدعة الذي ابتدعها أهل الباطل وهم الذين أطلقوها على أهل السنة والجماعة أيضا أقول لهم ينبغي في الرد على هؤلاء الناس أن ننظر في الموسومين بهذا اللقب وفي الواسمين لهم وأيهم أحق به هذه مسألة مهمة جدا لأن النظر في ذلك أو لو نظرنا بتمعن سنجد أن الواسمين لأهل السنة بهذا الاسم هم أحق الناس به الذين واصفوا أهل السنة بالحاشو أو بالتيسيم هم أحق الناس به ويكفي أن نعرف أن أول من وسم أهل السنة بهذا اللقب هو عمر بن عبيد هو عمر بن عبيد وأن أول موسوم وسم بهذا اللقب هو من؟ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهذا يبين أن هذا هذا باطل من القول وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ليسوا مجسمة التكسيم كما ذكرت هم ذكروا ذلك لماذا؟ لأنهم لما أثباتوا الصفات لله ذكروا عنهم ذلك ونقول إثبات الصفات لله على وجه يليق بجلال الله تبارك وتعالى ليس فيه أي لون من ألوان التجسيم وإنما التجسيم يكون إذا قيل يد كيد أو سمع كسمع أو بصر كبصر أما من يثبت السمع والبصر لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وكماله فليس فيه هذا لون من ألوان التشبيه التشبيه وزاد المبتدعة على ذلك بأن أطلقوا على أهل السنة والجماعة لقب نابتة أو نوابت يعني ماذا أرادوا بذلك إيه؟ أرادوا بذلك يعني أنهم لا دراية عندهم ولا فقه لهم لأن النابتة هو الشيء القليل الزرع إذا نبت يقال عنه كذلك وفي بدايته يكون ضعيفا فهم أرادوا أن يقولوا بأن أهل السنة ضعفاء ليس عندهم تأصيل في الفقه ولا في العلم وهذا باطل فأهل السنة والجماعة هم أهل الفضل والعلم والخير ويكفي أن نعلم في ذلك اتباعهم للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة أخواني الكرام أكتفي بهذا القدر على أن أواصل الحديث معكم إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقات قادمة وإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة